أعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وإعلان أهلا بكم في إحدى حلقات مادة تكنولوجيا العمليات للصف الثالث الحلقة الماضية احنا تحدثنا عن بويات السنساتيك وكيفية تطبيقها على الأسطح كذلك اتكلمنا عن مراحل إعداد الأسطح المعدنية باستفادة طبعا أما اتكلمنا عن الطريقة الكيميائية والطريقة الآلية بالنسبة لإعداد الأسطح المعدنية الجديدة وكذلك اتكلمنا عن مراحل إعداد السطح بعملية الفسفاتة كما تحدثنا أيضا عن إعداد الأسطح المعدنية القديمة اللي هي منفز عليها دهانات وعاوز أشيلها وقلنا بنشيلها إما بالمزيل السائل أو المزيل العجينة أو باستخدام بوري الحريق ودي كانت الطريقة القديمة اللي احنا بنستخدمها النهاردة إن شاء الله سوف نتناول دهانات أخرى من الدهانات اللي احنا بنستخدمها أيضا على الأسطح المعدنية وكذلك برضو بتستخدم على الأسطح الخشبية هنجد مثلا بوية الأفران من الدهانات التي تمتاز بدرجة عالية من اللمعان وسطح مسقول ذات سمك موحد هذا الدهان بيتم تنفيذه على الأسطح وجفافه في الجو العادي ثم يتم إتمام الجفاف داخل الأفران طيب أما نيجي نتكلم عن بوية الأفران وهنتناولها خطوة خطوة مع بعضينا هنبدأ نشوف مع بعضينا المراحل وأيضا دهانات بوية الأفران بتتكلم عن إيه بالزبط نشوف كده مع بعضينا بقول لي دهان بوية الأفران أو دهان الأفران تستخدم بوية الأفران في دهان الغسلات والتلاجات والبوتوجازات لأنها بتتحمل درجة حرارة وكذلك دهان السيارات يعتبر من أنجح أنواع الدهانات في العصر الحالي وبيمتاز بالسرعة في الجفاف وزيادة في المساحة بيفرد لي مساحة أكبر نتيجة أن الدهان بيتعرض لدرجة حرارة فبتبقى درجة السيولة بتاعته عالية فبيفرد على السطح داخل الأفران بجانب أنه يعطي قوة لمعان والتصاق يعني بيلتصق على السطح ويصعب إزالته ويصعب إزالته عن طريق عملية الحك أو الاحتكاك يعني لو أنا مسكت مثلا طبقة من السطح المعدني مدهون بديهان بوية الأفران وحاولت أن أنا أجرح الدهان بواسطة مثلا مصمار يصعب إزالة طبقة الدهان يبقى شديد الالتصاق على السطح يعني يصعب إزالته من على السطح نيجي بعد كده بيقول لي إيه هي الخطوات أو خطوات الدهان اللي أنا هنفذها على السطح أول حاجة قلنا أنه طبعا ده سطح جديد يبقى لابد أننا بنفذ عليه مراحل الإعداد لإما الطريقة الكيميائية لإما الطريقة الآلية لإما عملية الفسفاتة أو طريقة الفسفاتة وفي الغالب يتم استخدام عملية الفسفاتة لأن إحنا عارفين أن المراحل بتاعتها بتبقى مؤكدة لإعداد السطح الإعداد الجيد بعد كده بعد إعداد السطح بعملية الفسفاتة يبطن السطح بوجه من البوية الجهزة اللي هي مجهزة ويترك السطح للجفاف يعني أنا بدهن السطح طبقة من البطانة من الدهان بتاعنا اللي هو دهان بوية الأفران وبتركه للجفاف في الجو العادي طيب وبعد ما بتركه للجفاف في الجو العادي طبقة الدهان بتجف وببدأ أدي طبقة أخرى من نفس المكونات السابقة بدي هذه الطبقة وتترك للجفاف في الجو العادي في حدود ربع ساعة أو من ربع إلى تلت ساعة يعني إيه الجلام ده يعني ما بسبهاش يتم جفافها الجفاف النهائي طيب وبعد كده ببدأ أعمل إيه برفع المشغولة وبتدخل الأفران تدخل الأفران تخش الفرن بتاعنا اللي هو فرن تكفيف طبقة الدهان وبترفع درجة الحرارة حتى درجة النطج يعني حتى درجة النطج ومحددناش وقلنا مثلا من تسعين لمية وستين لأن بوية الأفران متنوعة يعني مش نوع واحد فبالتالي كل نوع من هذه الأنواع له درجة نطج تختلف عن الأخرى في درجات الحرارة فبالتالي بنضع المشغولة داخل الأفران وبتترك حتى يتم جفافها أو يتم انضاجها والانضاج هو إتمام طبقة جفاف الدهان يعني الدهان بيتم جفافه الجفاف النهائي طيب بحطها في الأفران وترفع درجة الحرارة حتى درجة النطج وفي الغالب بتكون من تسعين لمية وعشرين أو مية وخمسين طيب ده بالنسبة لبوية الأفران ده بالنسبة لبوية الأفران يبقى لإتمام الجفاف تدخل المشغولة الفرن للإنضاج وترفع درجة حرارة حرارة الفرن تدريجيا حتى تصل لدرجة النطج حتى تصل لدرجة النطج طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن بوية الأفران هننتقل لبوية أخرى تعرف ببوية الرش الساخن بوية الرش الساخن ايه بوية الرش الساخن دي؟ بوية الرش الساخن هو طبعا بيتم إعدادها وتجهيزها داخل جهاز رش ساخن جهاز رش ساخن عبارة عن خزان هذا الخزان به مجموعة من السخانات بتعمل على رفع درجة حرارة الديهان وبالتالي بيخرج الديهان في الخرطوم الخرطوم بتاع جهاز الرش الساخن بيكون مبطن بحيث درجة الحرارة لا تؤثر على الطبقة الخارجية من الخرطوم وبالتالي بتنتقل من الخرطوم إلى مسدس الرش ومنه إلى فوهة المسدس للسطح طيب بيقول لي الديهان أنا علشان أجهزه اللي هو جهاز دهان الرش الساخن لابد أنه بيتعرض لدرجة حرارة طيب ما هي درجة الحرارة المثلة اللي هي الصح اللي المفروض الدهان يتعرض لها قال لي دهان الرش الساخن يتم دهانه أو يتم سيولة هذا الدهان يعني بيانصهر عند درجة 71 طيب لو قلت لو قلت درجة الحرارة عن 71 بيبقى الدهان عبارة عن مجموعة من الراتنجات الصلبة مجموعة من الراتنجات الصلبة والمدة الوسيطة بتاعتنا طيب الراتنج الصلبة بتاعنا ده لو أنا قللت درجة الحرارة عن 71 بيبقى عبارة عن مجموعة من الكتل الصغيرة داخل الوعاء يعني دهان مش سلس مش سايل كامل يعني نسبة السيولة بتاعته لم تتم التمام النهائي طيب يبقى أنا بقول يبقى يبقى أنا في الحالة دي يبقى أنا في الحالة دي أنا ببدأ أعمل إيه برفع درجة الحرارة بتاعتي برفع درجة الحرارة بتاعتي لل71 درجة مئوية لل71 درجة مئوية طبعا أنا ما رفعت درجة الحرارة لـ 71 درجة موية اللي بيحصل تلقاتي ان الديهان بتحول الى مدة في حالة سيولة ولزوجة هذا الديهان في الحالة دي بيتم تسليط فوهة المسدس على السطح او سطح المشغولة اللي انا هدينه علشان يتم ديهانه بطبقة ديهان الرش الساحن طيب نبدأ نتعرف على المميزات اللي بيتميز بيها هذا الديهان نبدأ نتعرف على المميزات اللي بيتميز بيها هذا الديهان اول حاجة من المميزات ان الديهان اقتصادي في نسبة المزيبات يعني اقتصادي في نسبة المزيبات هذا الديهان اللي هو الديهان الرش الساحن وانا بقول دهان الرش الساخن لان فيه منه نوع رش على البارد يعني بيتم رشه على البارد طيب دهان الرش الساخن بيقولي بيوفر لي نسبة مزيب لا تقل عن 100% طيب ليه لان اصلا الديهان على الساخن مش محتاج ان انا احط له مزيب ولا محتاج ان انا احط له مخفف طيب ليه لان طبعا هذا الديهان احنا بيعنا نعرضه لدرجة حرارة فطالما تعرض لدرجة حرارة فبيتحول الى مادة سائلة الى مادة سائلة في حالة او دهان في حالة لزوجة وكلما زادت درجة الحرارة زادت نسبة السيولة بتاعته ولكن لو زادت درجة الحرارة عن الواحد وسبعين بيضعف طبقة الديهان او طبقة الديهان بتضعف طيب يبقى اول ميزة من مميزاته انه اقتصادي في المزيبات ما بيحتاجش مزيبات نهائي ده الرش الساخن ده الرش الساخن اما بالنسبة للرش على البارد طبعا بيحتاج نسبة مزيبات لازم احط عليه مزيب عشان يعمل لي ازابة لمجموعة الراتينجات الصلبة اللي موجودة في الدهان طيب دي نقطة النقطة التانية بيقول لي ايه الاقتصاد في المخففات يعني ايضا الدهان اللي هو الرش على الساخن لا يحتاج اي مخفف يعني ولا مزيب بيعمل على ازابة الراتينج ولا مخفف يعمل على سيولة الدهان مش محتاج درجة الحرارة بتاعتنا اللي هي الواحد وسبعين بتخلي الدهان في حالة سيولة بحيث يخرج من فوهة المسدس على السطح طيب النقطة التالتة ايه من المزيبات النقطة التالتة بيقول لي زيادة نسبة المواد الصلبة زيادة نسبة المواد الصلبة في الدهان طبعا دهان الرش الساخن يا جماعة اللي هو بنفزه على الساخن لابد ان تكون مجموعة الراتينجات او المواد الصلبة اللي فيه نسبتها عالية نسبتها عالية طيب النسبة العالية دي من الراتينج بتعمل على ايه اولا كلما ارتفعت نسبة المواد الصلبة في دهان الرش الساخن علشان يتم انصهار هذه المواد بتدي لي طبقة من الدهان درجة اللزوجة بتاعتها عالية وفي نفس الوقت تعطي طبقة ساترة تغطي السطح زاد سمك يعني لها سمك هذا السمك يعادل وجهين او ثلاثة من دهان الرش على البارد اذا كلما زادت المواد الراتينجية او المواد الصلبة في الرش الساخن كلما اعطاني طبقة من الدهان سميكة دي نقطة النقطة التانية انه بيديني طبقة او وجه واحد يعادل وجهين من دهان الرش البارد طيب اما انا بزود المواد الصلبة في الرش على الساخن طيب هل انا بزود برضو المواد الصلبة في دهان الرش على البارد قال لي لا انت ما بتزودش المواد الصلبة في الدهان الرش على البارد لان انت لو زودت المواد الصلبة المزيبات والمخففات هتضطر تزيد من نسبتها علشان تعمل على ازابة هذه المواد الصلبة فبالتالي هتضعف برضو طبقة الديهان يبقى انا بقلل نسبة المواد الصلبة في دهان الرش على البارد يبقى على العكس بالزبط الرش على ساخن انا بقى ازيد من نسبة المواد الصلبة الرش على البارد انا بقلل نسبة المواد الصلبة فيه طيب بالتالي طبقة الديهان بتاعتنا اللي بتنفذ على السطح المعدن بالنسبة للرش الساخن بتعادي الوجهين من دهان الرش على البارد طيب نشوف النقطة التالتة بيقول لي النقطة الرابعة بيقول لي الوفر في فاقد الدهان يعني الوفر في فاقد الدهان الوفر في فاقد الدهان طبعا احنا عارفين ان الدهان الرش على الساخن بيبقى الدهان في حالة لزوجه وليس سيولة كاملة طالما كان الدهان في حالة لزوجه يبقى في الحالة دي ايه اللي هيحصل للدهان الديهان عندما يجي خارج من فوهة المسدس هيبقى محاط بالهواء فبالتالي هيبقى كله خارج مركز على طبقة السطح أو على السطح مباشرة يبقى في الحالة دي ما فيش كمية رزاز من الديهان هتتطاير في الخارج في جهات بعيدة عن اتجاه السطح يبقى بالتالي جميع الديهانات أو جميع زرات الديهان اللي خارجة من فوهة المسدس بتوجه على السطح ما بيحدث ان كمية من الديهان تفقد ما فيش دهان بيفقد خالص على هيئة رزاز خارج السطح اللي انا عاوز ادهنه ده بالنسبة للرش على الساخن طيب نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول لي ايه الوفر في عادة الطبقات واحنا لسه قيلها من شوية قلت ان طبقة الدهان الرش على الساخن الوجه الواحد منه بيعادي الوجهين من كمية من الدهان الرش على الساخن البارد بيقول لي الوفر في عدد طبقات الدهان زيادة نسبة المواد الصلبة في الرش الساخن تعادل الطبقة منه وجهان من الرش على البارد ويفرد يعني بيفرد لي مساحة اكبر طيب ستة تقليل تعرض العمال للمواد المتطيرة طبعا احنا نتيجة ان انا ما بضفش مواد مزيبة ولا مخففات وهذه المواد في الغالب بتبقى متطيرة يعني بتطير زي السيبرتو مثلا بس السيبرتو احنا ما بنستخدمهش زي مثلا الطنر او زي الاسيتون بس احنا بنستخدم في الغالب مزيبات بطيئة الاشتعال لازم نستخدم مزيبات تكون بطيئة الاشتعال دي نقطة النقطة التانية ان انا ما باستخدمش في الدهان الرش الساخن اي مزيب فبالتالي العامل وهو شغال لا يتأثر باي مواد متصعدة سواء كانت غازات او ابخرة في عملية الرش فبالتالي لا يتعرض للخطورة لا يتعرض للخطورة بيقول لي بقى فيه شروط الشروط الواجب توافرها في الدهانات الساخنة يعني ايه الشروط الواجب توافرها في الدهانات الساخنة بيقول لي ان تكون موادها الصلبة لا تزوب في اي مزيب عادي موادها الصلبة يعني مجموعة الروتنجات اللي انا مستخدمها في اعداد بوية الرش الساخن لا تزوب في اي مزيب دي واحد طيب اتنين بيقول لي ايه هذه المزيبات اللي انا هستخدمها ده اذا انا استخدمت مزيبات في الرش الساخن هستخدمها مثلا بكميات بسيطة جدا لابد ان يشترط فيها ان تكون بطيئة الاشتعال بطيئة الاشتعال بطيئة الاشتعال والتطير طيب نقطة تالتة ان تكون ذات لزوجة عالية يعني ما تكونش في حالة سيولة زي ما قلنا طيب امتى تكون في حالة سيولة لو انا رفعت درجة الحرارة ايوة عن الواحد وسبعين درجة مئوية طيب يبقى انا لو وصلت درجة الحرارة للواحد وسبعين درجة مئوية اديها انك هيكون في حالة لزوجة وليس سيولة في حالة لزوجة وليس سيولة طيب دي النقطة التالتة او الشرط التالت ان تزداد نسبة المواد الصلبة في الديهان الساخن طبعا احنا قلنا الجزئية دي من شوية يعني انا كلما استخدمت الرش الساخن ازيد من كمية المواد الراتنجية اللي هي الصلبة ازود من نسبتها في كمية الديهان ديبقى انا اتعرفت على الشروط الواجب توفرها في الديهان طيب فيه بعد كده بيقول لي العوامل التي يجب ان تتوفر في عملية تطبيق بقى الديهان ازاي انا هنفذ الديهان فيه شروط برضو فيه شروط لعملية تنفيذ الديهان نشوفها مع بعضينا برضو بيقول لي العوامل التي يجب مراعطها في عملية الرش العوامل التي يجب مراعطها في عملية الرش يعني ايه انا علشان ارش الديهان يبقى اول حاجة ايه ايه سما واحد بيقول لي لابد ان يكون الديهان تحت درجة حرارة واحد وسبعين درجة مقوية طيب انا علشان ارش الديهان بتاعي برش الديهان داخل كبينة رش او داخل غرفة مغلقة هذه الغرفة المغلقة بها درجة حرارة او لها درجة حرارة اللي هي درجة حرارة الجو العادي بتاعنا طيب هل الديهان لو خرج من فوهة المسدس على مسافة محددة على السطح منه من فوهة المسدس على بعد معين على المشغولة بتاعتنا وترش الديهان هل درجة الحرارة اللي هي خرجة من فوهة المسدس هي هي اللي هتبقى على المشغولة طبعا لا اللي هيحصل ان الديهان هتبدأ درجة اللزوجة بتاعته تعلى ليه لان درجة حرارة تقلت اما درجة حرارة تقلت يعني اصبح الديهان درجة الحرارة بتاعته مش واحد وسبعين درجة مقوية يبقى في الحالة دي ممكن يعملي تكتلات على السطح ممكن يعملي تكتلات على السطح يبقى في الحالة دي الديهان هيكون مش تم الاتمام الجيد بتاعه طيب المفروض اعمل ايه قال لي افضل حاجة ان انت ما بترش داخل غرفة هذه الغرفة لابد ان تكون درجة حرارتها مش درجة حرارة الجو العادي يعني ايه بقو زيد درجة الحرارة بتاعتها يعني لو درجة الحرارة بتاعتنا الجو للجو العادي تلاتين انا بخليها اربعين يعني بزيد درجة الحرارة حوالي عشر درجات من الحرارة طب ليه قال لي علشان الديهان درجة حرارته ما تقلش درجة حرارته ما تقلش طيب دي نقطة النقطة التانية ايه قال لي شرطة اساسي علشان درجة الحرارة كمان ما تقلش بجانب رفع درجة حرارة الغرفة او كبينة الرش ان يكون المسدس فوهته تبعد عن المشغولة عشرين سنتي اي ما يعادل تمانية بوصة عشرين سنتي اي ما يعادل تمانية بوصة يعني المسدس بيبعد عن المشغولة في حدود عشرين سنتي طيب يبقى ده الشرط التاني فبالتالي الديهان درجة حرارته مش هتلحق تقل طيب طيب حضرتك بتتكلم دلوقتي بالنسبة ليه الديهان الرش على الساخن طيب بالنسبة ليه الرش على البارد اه الرش على البارد هي درجة الحرارة بتاعتنا لابد برضو من رفع درجة حرارة الغرفة بالنسبة للرش على البارد برضو عشر درجات ويشترط ان برضو يبعد تمانية بوصة اي ما يعادل ايه الى عشرين سنتي طيب في حاجة تاني في حاجة تاني ايه هي الحاجة التانية ديت اللي بالنسبة للديهان بتاعنا اللي هو دهان الرش الساخن انا بعد ما بخلص تنفيزه او تطبيقه لو انا ما رفعتش درجة الحرارة لو انا ما رفعتش درجة حرارة الغرفة زي ما قلنا نتيجة عملية الرش ووجود كمية من الهواء في الجو اللي بيحصل ان بيحدث عمالي بيحدث فقاقيع لطبقة الدهان الفقاقيع بتاع طبقة الدهان دي بتبقى عملالي زي رؤوس الايه الدبابيس كده طيب يبقى انا عاوز اتلاء رؤوس الدبابيس ديت بيبقى عيف في طبقة الدهان طيب انا اعمل ايه بقى يبقى في الحالة ديت لازم ارفع درجة الايه حرارة الغرفة وبالتالي عند درق رفع درجة حرارة الغرفة وتباعد المشغولة عن الفوهة المسدس حوالي عشرين سنطي بيديني نتيجة من الدهان سطح مستوي مسقول لامع ما فيهوش اي تعريجات ولا رؤوس الدبابيس اللي احنا بنتكلم عليها سواء كان على البارد او على الساخن طيب دي نقطة النقطة التانية ايه اللي لابد ان يتم استخدام او يتم التعامل في هذا الدهان من خلال عمالة ماهرة عمالة ماهرة يعني عمالة ماهرة يعني عمال ذات قدرات معينة في كيفية تطبيق هذا الدهان عندهم سرعة ودقة ومهارة وامانة في العمل عند تطبيق طبقة الدهان فبالتالي الدهان هيتم تنفيذه التنفيذ السليم لكن ما ينفعش اننا استخدم عامل ما عندوش خبرة في تطبيق دهان الرش الساخن او الرش على البارد طيب كده يبقى احنا اتعرفنا على العوامل التي يجب مرعطها في عملية الرش نشوف الجزء التاني بيقول لي العوامل التي يجب مرعطها برضو في عملية الرش الرش الساخن بيتحمل الصنفرة والكنباون والبوليش مثلما يتحمل الدهان بالرش العادي طبعا احنا قلنا انه سطح هذا السطح طبعا مصطول ولامع وفي نفس الوقت لو انا استخدمت عليه الصنفرة لا تؤثر فيه ولا بتحدث اي احتكاك على السطح طيب بيقول لي النقطة التانية يعتبر دهان الرش الساخن من اصعب الدهانات عند التطبيق فيحتاج خبرة ايه فنية للعمال او للعمال طيب نبدأ ننتقل لمراحل اعداد السطح مراحل اعداد السطح طبعا احنا عارفين انه ده سطح معدني طيب السطح المعدني لاما اننا هستخدم طريقة الكيميائية او الطريقة الالية او عملية الفسفة ولكن احنا في بعض الاحيان ان احنا بنستخدم برضو عملية الفسفة في عدة مشغولات او نوايات معينة من المشغولات لابد ان انا استخدم عملية الفسفة فيها طيب بالنسبة للسطح القديم لو كان سطح قديم وانا هنفذ عليه دهان الرش الساخن بيقول لي اذا كان السطح قديم يزال الدهان باحد المزيلات اللي هي السائلة او العجين اما اذا كان السطح جديد تزال الشحوم والدهون بكلوريد الايسلين او البنزين ثم يغسل السطح بالماء والصابون ويجفف كما يمكن اجراء عملية الفسفة عليه طيب بعد كده ببدأ اعمل عملية البطانة طيب لو انا اعددت السطح بعملية الفسفة ممكن ان انا استغنى عن البطانة بتاعتي يعني ايه استغنى عن البطانة يعني ما استخدمش بطانة طيب لو انا استخدمت بطانة يعني اعددت السطح الاعداد البسيط بتاعي اللي هو بالطريقة العادية او الطريقة الكيميائية وبعد كده ببدأ ادي بطانة عبارة عن البرايمر بطانة عبارة عن البرايمر لو انا استخدمت البطانة الخاصة بالبرايمر اللي هو يعتبر مانع للصدق ومانع للرطوبة والاحمد والقلويات وخلافه يبقى انا مش استخدم الانضاج اللي هو اتمام الجفاف طبعا يبقى انا بعمل البطاقة اولا اعداد السطح ثانيا البطانة ثالثا الضهارة رابعا النضوج او اتمام الجفاف النضوج او اتمام الجفاف طيب قال لي بتندخل المشغولة بعد اتمام دهانها بديهان الرش الساخن وتترك للجفاف في الجو العادي وبعد كده بس مش جفاف النهائي وبعد كده بتدخل المشغولة الفرن بتدخل المشغولة الفرن لو تعرضت لدرجة حرارة لو تعرضت لدرجة حرارة 200 لو تعرضت لدرجة حرارة 200 بتوضع داخل الفرن لمدة زمانية لا تقل عن 4 ساعات طيب لو تعرضت لدرجة حرارة 250 بتقعد لمدة ساعة كاملة بترفع درجة الحرارة تدريجيا ثم تنخفض مرة اخرى وتخرج المشغولة في جو الجو العادي اللي هو جو الغرفة العادي طيب بالنسبة بقى ليه الرش الساخن بيستخدم على ايه بيستخدم على ايه الرش الساخن الرش الساخن بيستخدم في دهان المشغولات المطابخ اللي هي الادوات المستخدمة في المطابخ وايضا الادوات الطبية الاخرى يعني لو اتكلمنا مثلا بالنسبة للادوات المستخدمة في المستشفيات اللي هي طبعا احواض الاختبارات او انابيب الاختبارات اه الادوات المستخدمة في اه العمليات وخلافه دي تعتبر الادوات المستخدمة في المستشفيات طيب في دهان ايضا لعب الاطفال حيث ان هذا الديهان ليس له اي تأثير ضار على الصحة البشرية فبالتالي يمكن تطبيقه على المشغولات اه اللي هي خاصة بالاطفال طيب كذلك بيتم استخدامه على على الاسطح الخارجية في دهان هياكل السيارات وهياكل اه عربات السكك الحديدية والطائرات وكل هذه المشغولات بيتم استخدام دهان الرش الساخن عليها دهان السفن بانواع المختلفة ودهان بعض اجزاء من الطائرات ودهان بعض المشغولات الخشبية ذات القيمة العالية والثمينة ذات القيمة العالية والثمينة نجي ننتقل لدهان اخر اسمه الديهان السيليكوني وهذه الديهانات هذه الديهانات بتعتبر من الديهانات التي تقاوم العوامل الجوية بكافة انواعها سواء كانت رطوبة سواء كانت احماض سواء كانت غازات سواء كانت قلويات طيب كما تقاوم ايضا الدرجات الحرارة الدرجات الحرارة العالية درجات الحرارة العالية والبطيئة والمنخفضة ايضا يعني العالية قد تصل انها تتحمل درجات حرارة من 500 درجة مئوية الى 600 درجة مئوية طيب والدرجات المنخفضة اللي هي ممكن من 200 ممكن تتحملها ايضا بالنسبة لديهانات السيليكونية طيب الديهانات السيليكونية يا جماعة بيقول لي الديهان السيليكوني يمتاز بمقاومته للحرارة والرطوبة والعوامل الجوية والغازات الكيميائية الكيميائية والدهان السيليكوني يتحمل درجات حرارة قد تصل من 400 الى 600 طيب خوص الدهان او خوص المركبات السيليكونية ايه ايه هي خوصها بتمتاز بايه احنا لسه قالين بعض المميزات فيها طيب اما نيجي نقول دهان السيليكوني ده هل هو فيه نوع واحد منه لا قال لي يوجد منه سلاس انواع يوجد منه سلاس انواع نوع في حالة سيولة ونوع في حالة مادة راتنجية صلبة او راتنج صلب ونوع في شكل مطاطي او على هيئة مطاطية او على هيئة ايه مطاطية طيب بيمتاز بايه زي ما قلنا اول نقطة بيمتاز بيمتاز بتحمل درجات الحرارة العالية طيب اتنين بيمتاز بتحمل للاحماض والقلويات والغازات الكيميائية تلاتة يعتبر ايضا عازل للكهرباء عازل للكهرباء يعني عازل للكهرباء لو احنا خدنا بنا يا جماعة في بعض المواتير بتبص تلاقي مدهونة بطبقة من الديهانات الشفافة هذا الديهان الشفاف ده بيبقى دهان سيليكوني الديهان السيليكوني ده بيبقى حاجة عازل في نفس الوقت يعني عازل وفي نفس الوقت مقاوم للكهرباء مقاوم للايه للكهرباء يعني ايه مقاوم للكهرباء يعني لو الكهرباء علية مثلا لا يتأثر طب علية تبقى ايه يعني مثلا من 1500 واط لمتين واط تمام لألفين واط يتحمل هذه الكهرباء يتحمل نسبة الكهرباء العالية بالتالي بيستخدم في لف المواتير في دهان السلوك المستخدمة في لف مواتير الكهربائي طيب يبقى بنقول بتمتاز هذه الدهناد بتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة بتقاوم الرطوبة والماء تقاوم الأحمد والقلويات عازلة بدرجة كبيرة للطيار الكهربائي فيمكنها مقاومة الطيار من 1500 إلى 2000 فولت خطواته بقى أنا علشان أنفزه على الأسطح المعدنية طبعا عندي ثلاث أنواع من الأسطح المعدنية لابد أن كل سطح له إعداد بيختلف عن الآخر بيعتم إعداده بطرق تختلف عن كل وقع يعني أنا عندي مثلا الحديد أولا الحديد خطوات إعداد سطح الحديد لاستقبال الديهان السيليكوني علشان أعده أولا إزالة الحراشيف والزوائد اللحمات بماكينة الصنفرة اللي هي عاملة زي الساروخ كده بماكينة الصنفرة الآلية اتنين يرش السطح بالرمل اللافح والرمل اللافح اللي هو الرمل السخن الرمل اللافح يعني رمل السخن ببدأ بيخرج من فوهة مسدس ويصلط على المشغولة المعدنية علشان يخربش لو فيه صدق أو فيه زوائد برزة في السطح بيبدأ يقلق لها من سطحها طيب وبعد كده بعد إزال رش السطح بالرمل يغسل السطح بالماء والصابون المية الجارية والصابون بعد كده يمكن إجراء عملية الفسفة على بعض الأسطح المعدنية يعني في أسطح معدنية لابد أننا أجري عليها عملية الفسفة زي ما قلنا في الرش الساخن من شوية أن في بعض مشغولات أنا لابد أننا أستخدم عملية الفسفة في إعداد المشغولات زي مثلا البتجازات لازم أننا أستخدم عملية الفسفة في إعداد السطح ليه لأن البتجازات بتتحمل درجات حرارة يبقى أنا لابد أننا أعد السطح الإعداد الجيد بتاعنا طيب في مثلا أجزاء من أجزاء الطيارات دي لابد أننا أعدها بعملية الفسفة في بعض أجزاء أيضا من السفن لابد أننا أعد السطح بتاعها بعده في أماكن أجزاء منها بيتم أدادها بعملية الفسفة ليه لأن هذه المشغولات لا تحتاج أن يكون في خطأ أو في صدق في هذه المشغولات علشان لا تؤثر فيما بعد وتؤدي إلى مخاطر طيب بالنسبة لعملية المشغولات زي عملية إعداد السطح زي ما قلنا بعملية الفسفة قلنا البتجازات وأيضا في عندنا في بعض الأفرام بيتم استخدام الصاج هذا الصاج بيتم إعداده بعملية الفسفة علشان ما جاء دهنه بالدهان السيليكوني يقاوم ودرجة مقاومته للحرارة لأنه ده بيخش أفران لأنه بيستخدم في المخابز يعني بيتعرض لدرجة حرارة بصفة مستمرة يبقى لابد أن أنا أعده بعملية الفسفة أيضا طيب بعد كده بنبدأ ده الكلام ده إيه على سطح المعدن الحديد طيب ننتقل لسطح المغم الألمونيوم سطح الألمونيوم سطح الألمونيوم علشان أعده بيقول يتم تنظيفه جيدا يعني يتنظف كويس جدا بمحلول مكون من الكحول وحامض الفسفوريك وكرومات الخرسين كحول وحامض الفسفوريك وكرومات الخرسين بنسب معينة بنسب معينة يعني بحط النسب دي كلها على بعضها وببدأ أغسل بيها أنظف بيها سطح الألمونيوم لأن الألمونيوم زي ما احنا عارفين هي طبعا ما بتصديش ولكن بيبقى بتيجي لها طبقة من خلال الرطوبة طبقة سوداء كده هذه الطبقة السوداء بتبقى شبيهة الصدق أما تتكاثر بتؤدي إلى تآكل وخشونة في سطح الألمونيوم طب احنا نعمل ايه بقى بنبدأ نجيب هذا المحلول اللي هو محلول كحول زائد حامض الفوسفوريك وكرومات الخرصين بنسب معينة بنضعهم مع بعضهم وبنبدأ ننضف السطح كويس جدا عنشان نشيل هذه الطبقة ويكون السطح كده معد وجاهز لاستقبال طبقة الدهان السيليكوني بعد كده عندنا ايه معدن الماغنيسيوم معدن الماغنيسيوم ازاي بيتم اعداده ازاي بيتم اعداده بيتم غمره في محلول نسبة تركيزه عشرين في المية اسمه حامض الهايدروكلوريك طيب يبقى اولا بغمر المشغولة بتاعتنا في حامض الهايدروكلوريك لمدة خمس دقائق لمدة ايه خمس دقائق بيكون تركيزه كام 20% بيبقى تركيزه 20% لمدة خمس دقائق ثم ترفع المشغولة وتوضع في محلول اخر نسبة تركيزه 15% نسبة تركيزه 15% اللي هو بيكرومات السوديوم اللي هو بيكرومات السوديوم لمدة زمانية لمدة زمانية قد تصل لخمسة واربعين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة بعد كده بتكون المشغولة اللي هي مصنوعة من الماغنيسيوم معدة وجاهزة لاستقبال طبقة الدهان بعد كده بقى طبعا انا كده اعددت السطح سواء كان سطح الهديد او سطح الالمونيوم او سطح الماغنيسيوم هذه الاسطح انا تم اعدادها الاعداد الجيد لاستقبال طبقة دهان السيليكوني الديهان السيليكوني اللي احنا قلنا انه بيتحمل درجات الحرارة العالية طيب بنعمل ايه بقى بندي بطانة هذه البطانة مكونة من سلاس مكونات عبارة عن 35% اكسيد الحديد الاحمر 35% اكسيد الحديد الاحمر زائد 35% كورومات الخرصين 35% 35% اكسيد الحديد الاحمر زائد 35% كورومات الخرصين زائد مادة اخرى اللي هو مادة الاسبيستوس بنسبة 30% بنسبة 30% اسبيستوس ناعم هذه المواد السلاسة بيتم خلطها جيدا لانها بتبقى عبارة عن مصاحيق بيتم خلطها جيدا ويضاف اليها ويضاف اليها بجيب راتنج السيليكوني بجيب راتنج السيليكوني باخد من راتنج السيليكوني جزء ومن هذا التركيب او هذا الخليط جزء يعني ايه جزء وجزء يعني لو انا خدت من هذا التركيب اللي هو التلات مواد اللي هي المصاحيك التلاتة باخد منهم جزء يعني كيلو فباخد كيلو من راتنج السيليكون كيلو يعني جزء وكيلو ايضا من السيليكون ويطلق عليه برضو الجزء جزء يعني اي مقدار بس يكون سابت بالنسبة للمساحيك اللي هو كورومات الخرسين واكسيد الحديد الاحمر والاسبستوس الناعم باخد منهم جزء كمية وكمية تماسل لها من راتنج السيليكوني وبيتم خلطهم مع بعضهم وتجرى عملية الدهان وتجرى عملية الدهان بيقول لي يرش السطح بمسدس ببطانة مكونة من 35% اكسيد الحديد الاحمر و35% كورومات الخرسين و30% اسبستوس ناعم وتخلط المكونات السابقة ويأخذ منها جزء ويوضع عليه جزء اخر من الراتنج السيليكوني ويرش السطح ويرش السطح وكده نبقى احنا اتعرفنا على دهانات ارل الدهانات بوية الافران بالكامل عرفنا كيف يتم اعدادها وكيف يتم تنفيذها على السطح وتعرفنا على بوية الرش الساخن وقلنا ايه هي الشروط اللي احنا لابد ان احنا تتوفق او لا يجب انها تتوفق ان تتوفر في بوية الرش الساخن قلنا طبعا لازم تكون درجة حرارتها 71 قلنا ان بيتم اعدادها وتجهيزها داخل خزانات لها مواصفات معينة فيها مجموعة من الساخنات بترفع درجة الحرارة درجة الحرارة بتصل لواحد وسبعين درجة مئوية وبتكون دي الدرجة المسلة اللي يخرج منها الدهان على المشغولة وايضا قلنا اه اتعرفنا على العوامل التي يجب ان تتوفر في عملية رش هذا الدهان قلنا طبعا علشان ارش هذا الدهان على السطح لابد ان اكون بنفزه داخل غرفة محكمة هذه الغرفة المحكمة درجة حرارتها لا تقل عن درجة حرارة الجو العادي بل تزيد عشر درجات من الحرارة بحيث درجة حرارة الدهان لا تتأثر وما تنزلش عن واحد وسبعين والدهان يتحول الى درجة اللزوجة او الدهان يبقى درجة اللزوجة بتاعته تكون عالية دي حاجة قلنا الشرط التاني ان يكون مسدس الرش او فوهة مسدس الرش المستخدم بيبعد عن المشغولة حوالي ثمان بوساط يعني ما يعادل عشرين سنتي او خمسة وعشرين سنتي كما قلنا ايضا ان اننا علشان انفذ هذا الدهان ما ينفعش اي عامل يقوم بعملية التنفيذ لا لابد ان يكون العامل اللي بيقوم بعملية التنفيذ يتمتع بمجموعة مهارات عالية جدا منها الدقة والسرعة والمهارة في تطبيق الديهان على السطح كما تحدثنا ايضا وكلمنا عن الديهان الديهان السيليكوني الديهان السيليكوني بتاعنا قلنا ان هذا الديهان من الديهانات التي تمتاز بمقاومتها للعوامل الجوية المختلفة منها الرطوبة ومنها المياه ومنها الاحماض والقلويات وايضا ازا ان الديهان ده برضو من الديهانات العازلة للكهرباء او للطيار الكهربائي وقلنا ان هو بيستخدم في دهان السلوك المستخدمة في لف المواتير وهو مقاوم لطيار الكهربائي ومقاومته للطيار الكهربائي قد تصل من 1500 الى 2000 واط ولذلك بيستخدم زي ما قلنا في دهان السلوك الكهربائية كمادة عازلة للكهرباء طيب وقلنا ايضا ان الديهان السليكوني وقلنا ان الديهان السليكوني من الديهانات اللي بتستخدم على الاسطح اللي هي بتتحمل درجات حرارة عالية زي مثلا زي ما قلنا ان ممكن ان انا بستخدمه في المشغولات اللي هي بتتعرض دايما لدرجة حرارة عالية زي مثلا البتجازات زي مثلا المواتير بعض الافران مواتير بعض الافران الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة